نذهب مشاهدين الكرام لأسعار العملات الأجنبية والعربية والتي شهدت تبايناً أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15 جنيه و 64 قرش للشراء و 15 أيضاً جنيه و 74 قرش للبيع في حين انقفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري لـ 18.29 شراء و 18.45 جنيه للبيع فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 21 جنيه و 36 قرش للشراء و 21 جنيه و 55 للبيع فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه و 41 قرش للشراء و 43 قرش للبيع أما فيما يتعلق مشاهدين الكرام بالعملات العربية فاستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 4.19 بيع و 4.17 شراء بينما تباين سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلاً 49 قرش فاصل 32 قرش للشراء أما البيع 52 قرش و 28 قرش ومن أسعار العملات إلى أسعار الذهب شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية في مصر تراجعاً بمقدار جنيه واحد متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1749 دولار للأوقية سجل الذهب عيار 18 نحو 659 جنيه عفواً كما سجل الذهب عيار 21 نحو 769 جنيه هذا وسجل الذهب عيار 24 نحو 878 جنيه أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6152 جنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشاراً في السوق المصري إذن مشاهدين كان هذا كل ما لدينا بما يتعلق بأسعار الذهب كذلك أسعار العملات العربية والأجنبية الأمورية